أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن توصل اللجنة المالية النيابية إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف بشأن قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري وذكر بيان لمكتب الجبوري أنه عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية تم فيه وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة والصياغ النهائية له موضحا أن رئيس البرلمان أكد أن حسم النقاط الخلافية سيذلل الصعوبات في إقرار الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية بينما بيّن أن إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل اطمئنان للأطراف كافة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد شروع بصفحة البناء والإعمار وعودة الأمن والاستقرار